نتوسع في الحديث أكثر معظيفين ينضم إلينا الآن من موسكو الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود الأفندي دكتور محمود أهلا بك معنا لربما دعنا نبدأ بالجانب الاقتصادي وهذا الاجتماع لوزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اليوم في بروكسل حديث عن فرض عقوبات على قطاع النفط الروسي مطروح للنقاش اليوم في الاجتماع موسكو تحذر من تداعيات هذه الخطوة بأنها قد تكون بمثابة ضربة كبيرة على أوروبا ولكن ماذا عن التداعيات على موسكو؟ أحد أوقاتك صديقة والإخوة المشاهدين طبعاً روسيا تحذرت ليست فقط من اللازلسيات بالنتائج السلبية تأتي على موسكو ولكن روسيا صرحت من حوالي أسبوع عن طريق نائب رئيس مجلس الوزراء قالت أن أوقفت الصادرات النفطية الروسية إلى دول أوروبا روسيا ستقطع الغاز عن دول أوروبا وخصوصاً نعلم جيداً نبيب الغاز صدقف هي عن طريق أوكرانيا من فوق أوكرانيا أو عن طريق غاز السيري الشمالي واحد هذا يعني أن الأزمة اقتصادية روسيا قالت لا تريد أن تصل إلى هذه المرحلة ولكن إذا قطعت الصادرات النفطية هذه تعتبر وتوقيف السواحل للبواخر الروسية هذا يعني حرب اقتصادية شاملة على روسيا وقتها روسيا سترد بما يسمى الرد المناسب أن تقطع الغاز عن كل أوروبا سنرى حتى صرح الرئيس وزراء الألماني أن أستدقي في كل الترانسبورت سيوقف في ألمانيا إذا قررت روسيا أن تقطع الغاز لأنه لا يوجد احتياطي كامل لا للغاز ولا النفط الآن موجود في أوروبا طبعاً هذه تدفع كلها الدول الأوروبا الشرقية يعني أذكر نقطة معينة لما دخلت دول الأوروبا الشرقية إلى الاتحاد الأوروبي وخصوصاً بولندا وإستونيا ولاتفا وليدفا وبلغاريا ورومانيا روسيا حذرت الدول الاتحاد الأوروبي من أمر واحد أن هذه الدول يمكن أن تصعد في روسيا مع المستقبل وتؤدي إلى انهيار ما يسمى منظمة اقتصاد العالمية وطبعاً روسيا أصبحت محقة بذلك فنرى كل الهجمات تأتي من الآن الاختلاحات تأتي إلا من بولندا أو إستونيا أو لاتفا أو لاتفا هذا يعني الاتحاد الأوروبي أصبح مشلول كدولة اقتصادية يعني مثل كرؤساء مثل ألمانيا وفرنسا التي فعلياً ستؤدي إلى أسار سلمية ليست فقط على روسيا وعليهم بشكل أكبر يعني روسيا تقدر بشكل أشكال لأنها هي دولة منتجة للطاقة فلن يمكن أن تؤثر سلبياً على ما يسمى هذا اقتصادياً دكتور محمود دعنا ربما أيضاً نتابع تطورات السياسية دكتور محمود الرئيس الأوكراني يكرر استعداده للتفاوض مع الرئيس الروسي في آخر تصريحات صادر عن الكريملين يقول بأن المحادثات السلام لن تصفر عن أي انفراجة كبيرة بعد هل ما زال يمكن الرهان على هذه المفاوضات المحادثات؟ طبعاً أنا لا أعطي أي رهان على هذه المفاوضات لأنه فعلياً ما ظهر على الإعلام الروسي اليوم والبارحة أن الروس عن طريق مخابرات العسكرية رأت أن رصدت اتصالات زيلنسكي مع العالم الخارجي وخصوصاً بالبرامات الأوروبية والبارحة مع الكنيسة بإسرائيل أن من يقوم بهذه الاتصالات هي المخابرات الأمريكية المرافقة له يعني هي تؤمن له الاتصالات هذا يعني أنه فيه كمان أيضاً مع المخابرات الأمريكية فيه أشخاص يعطوه القرار هذا أصبح روسيا بشكل واضح أنه موجود ولذلك كان اليوم الناطق بالكريملين أنه مستاء أو ليس متفائل بالمفاوضات فعلياً الرئيس زيلنسكي مقطوع عن العملية العسكرية التي تقوم الآن وعن جيشه وعن قواته هو فقط الآن مع المخابرات الأمريكية التي تتقرر من أين يأتي وأين تصرح يعني نلاحظ كل التصريحات ثاني يوم تدرس في الكونغرس أو تدرس بعد اتحاد أوروبي كل تصريح أريده مثلاً أن يقطع السفيف تاني يوم يدرس من الواضح أن يأخذ أمامه الآن رئيس زيلنسكي من الولايات المتحدة الأمريكية وهذا سيء جداً لأنه من الواقع يعني انفصل على الواقع أو واقع الأرضي هذا يعني أنه رحنا أمام هذه اليومين القادمين أمام بجازن رح تصير وخصوصاً إذا نظرنا إلى العملية العسكرية القادمة الآن أن الجيش الأوكراني أصبح بشكل كامل محاصر يعني أشرح لأخوة المشاهدين القرل الجيش للخطوط الأمامية للجيش الأوكراني هي في الخطوط الأمامية حوالي 600 ألف مقاتل أصبحت في ماريوبل ودرسك الشمالية وفلنفاقة أصبحت محاصرة بشكل كامل روسيا أعطت 24 ساعة الاستسلام زيلنسكي لم يوافق ما حصل الآن هناك أمام يمكن أن تحصل مزرة بحق الجيش الأوكراني عن طريق استخدام الحسلحة السقيلة جدا للقضاء بشكل كامل على هذا الخط الأمامي يعني نحن وصلنا إلى مرحلة إذا لم يتقدم بالمفاوضات نحن أمام فعلياً تهديد دولة أوكرانيا كوجود على الخريطة السياسية يعني أمام تخسيم واضح لأن إذا روسيا بدأت في القصف السقيل على القوات الأوكرانية دون استسلام ودون مفاوضات أي دائج مفاوضات هذا يعني أن روسيا لن تستطيع حتى أخلاقياً أن ترجع هذه المناطق إلى أوكرانيا يعني نحن أمام الآن تهديد لوجود أوكرانيا تتمنى روسيا ولكن دكتور محمود اسمعني يعني في ظلم تتحدث عنه هذا ربما سيصعد من الانتقادات تجاه روسيا وبارتكاب مجزرة إن كان الموضوع متعلق بالقوات الأوكرانية وليس المدنيين دكتور محمود لأنه حتى اللحظة ما صدر عن الجانب الأوكراني وسلطات الأوكرانية بأن هناك ممرات إنسانية معدى استثناء لمدينة مريوبل صديقتي لا تصدق أن هناك ممرات إنسانية ليس هناك ولا ممر إنساني سجل الآن بالنسبة من المنطق الشرقية إلى أوكرانيا كل الممرات تفتحها روسيا وفعلياً بالنسبة للمزرة أحب أن أضيف أن الآن الجيش الأوكراني حوصل في منطقة على سبيل المساء مريوبل كل قوات آزوف التي تعتبرها روسيا نازيين الجدد وعلى فكرة تعتبر إرهابية عن طريق كونجيس الأمريكي في عام 2019 الآن محاصرة خارج المدينة في المدينة الصناعية وهناك ليس وجود لأي أي شيء من السكان يعني القصف سيتم خارج عن السكان روسيا قامت بالعملية بالتتالي لتضع الجيش الأوكراني والفصائل القومية أنها سيتابعة له خارج السكان فالآن عملية ستم بقضاء على ما يسمى العسكر أو من يحمل بدل عسكرية وليس على المدنيين لأنه زلت الخارطة جيدة كل المناطق التي فيها اقتصاد سكاني لقد حررت بالشكل كامل الآن أمامنا فقط منطقة الدرسك الشمالية ومنطقة بريوبل هذا يعني نحن أمام مزر للجيش الأوكراني والفينق تابع له ولذلك تدخل رئيس مكرون عدة مرات مكالمة فيها مع رئيس بوتين أن يقول له جعلهم يعني حفاظ على حياتهم فعرض الرئيس 24 ساعة للاستسلام أو لتسليم نفسهم والخروج خارج مناطق النزاع ولكن هذا لن نحصل فنحن الآن أمام مجزرة فقط عسكرية وليست بدنية طبعا ستحاول أوكرانيا أن تعطي بعض الأخبار الكازية بأن هناك كما حصل في كييف اليوم يعني حصل في كييف اليوم الذي قال أنه روسيا قصفت براكز تجارية روسيا لا تقصف براكز تجارية لماذا؟ لو بدها تقصف براكز تجارية أو صناعية لقد قطعت عنه الماء والكرابة وأوضعت بحياة مأساوية لهذه المنطقة لعاصمة كييف لأن روسيا حتى الآن نمتقطع أي شيء من البنية التحتية على بديد كييف من الواضح أن أوكرانيا ستحاول عن طريق الأسلحة الموجودة داخل المدر يعني الأسلحة المدرعات قاسمات وصلت الفكرة دكتور محمود أعذرنا المقاطع على ذيق الوقت دكتور محمود لفندي الأكاديمي البحث السياسي كنت معنا من موسكو